الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم هذا الملتقى العلمي سبب من أسباب حصول الإنسان على رضا رب العزة والجلال وسبب من أسباب تحصيل الأجور العظيمة والثواب الجزيل فقد ورد في النصوص الترغيب في طلب العلم والحث عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من خرج يلتمس علما فهو في سبيل الله حتى يرجع وتلقي العلم إنما يكون بأخذه من أهله الذين يعرفونه ويعرفون المسائل الشرعية وهم علماء الشريعة ومن هنا جاءت النصوص برفع مكانة العلماء وتعظيم شأنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه كما ورد عنه في بعض كتب أهل العلم لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا وقال الله جل وعلا في بيان مكانة العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولهذا الأمر استشهد الله جل وعلا بهم في مواطن كثيرة من كتابه فقد استشهد بهم على قضية التوحيد كما في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم في قصة قارون حذر العلماء من أن يكون للناس مصير مماثل لمصير قارون لما تكبر وعجب بماله وظن أنه هو الذي جلبه بنفسه ويوم القيامة يشهد العلماء على الناس أن الأنبياء قد بلغوا ويشهدون يوم القيامة على الناس لأن الشريعة قد وصلت إليهم فلم يستجيبوا للهدي الإلهي ومن هنا أمر الله عز وجل بالرجوع إلى علماء الشريعة والأخذ عنهم والتماس العلم منهم كما في قوله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وكما قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وكما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن أخذ الإنسان العلم الشرعي من العلماء يترتب عليه مكاسب عظيمة وفوائد عظيمة فالعلماء هم الذين أراد الله بهم الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقه في الدين العلماء إذا نزلت بالناس النوازل الشنيعة أخرجوهم منها بهدي من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الإنسان العلم الشرعي عن العلماء استفاد عددا من الأمور أول هذه الأمور أن الآخذ من العلماء يستفيد من سمتهم وهديهم وطريقتهم في التعامل في كيفية التعامل مع الآخرين وكيفية التعامل مع ما يعرض له من المسائل والنوازل هكذا أيضا إذا كان المرء يتصل بالعلماء ويأخذ عنهم فإنه يستفيد منهم المنطق السليم في كيفية نطق الكلمات في كيفية بناء الأدلة الشرعية إذا اتصل الإنسان بالعلماء تمكن من التمييز بين ما يصح الاستدلال به مما لا يصح الاستدلال به ننظر في حوادث الناس وفي كلامهم ومناقشاتهم نجد أن كثيرا من الناس يستدل بما ليس بدليل ومن مثل المنامات ومن مثل القصص ومن مثل حوادث الناس ومن مثل أفعال من لا يصح الاستدلال بفعله وحينئذ نحتاج إلى علماء الشريعة ليبين لنا ما يصح الاستدلال به مما لا يصح الاستدلال به هكذا أيضا نستفيد من الدراسة على العلماء المنهج السليم في دراسة المسائل الشرعية فعندما نراجع العلماء ونأخذ العلم منهم نعرف كيفية الدراسة كيفية مدارسة العلم ومراجعة كتب العلماء السابقين أما إذا كان الإنسان لا يراجع العلماء في دراسته فإن دراسته ستكون خبط عشوى لا يدري بأي كتاب يبتدئ ولا يدري ما هو المناسب له من الكتب العلمية ولا يعلم ما الفنون التي يناسب أن يدرسها هكذا أيضا من فوائد أخذ الإنسان العلم الشرعي عن العلماء أن يستفيد من العلماء معاني الكلمات والمصطلحات التي يستعملها المؤلفون للكتب الشرعية فإن هذه الكتب فيها مصطلحات لا يتمكن الإنسان من معرفتها إلا بالرجوع إلى علماء الشريعة الذين يوضحون له المراد بهذه الكلمات فإن هذه الكلمات مرة قد يراد بها غير ظاهرها ومرة يختلف مدلولها ما بين علم وآخر ومرة يختلف مدلولها ما بين باب وآخر وأنا أضرب لذلك أمثلة مثال ذلك كلمة الصفة عندما يبحث الإنسان في الكتب الأصولية ويجد هذه الكلمة الصفة قد يفسرها بما يعرف عند النحات بالنعت ويكون المراد عند الأصوليين هو كل ما يوضح كلمة سابقة بأي نوع من أنواع التوضيح ولذلك فهم يدخلون في كلمة الصفة عطف البيان ويدخلون فيها الحال ويدخلون فيها أيضا الإضافة ونحو ذلك من أنواع الكلام التي يدخل الأصوليون التي يدخلها الأصوليون في مسمى الصفة بل إن الفقهاء قد يستعملون الكلمة ولا يريدون بها ظاهرها ومن أمثلة ذلك في كتاب الحج نجد أن الفقهاء يقولون من قلم ثلاثة أظافر وجب عليه دم ولا يريدون بالدم هنا ذبح شاه وإنما يريدون بها فدية الأذى التي يخير الإنسان فيها بين إطعام ستة مساكين وبين صيام ثلاثة أيام وبين ذبح شات علماء الشريعة إذا درس الإنسان عليهم عرف الترابط بين المسائل ما صلت هذه المسألة بتلك المسألة هل هي شرط فيها أو مانع منها هل هي نفس المسألة ما وجه الترابط هل هي سبب الخلاف أو هي أثر الخلاف كذلك إذا اتصل الإنسان بالعلماء ودرس عليهم عرف مواطن بحث المسائل فكم من مسألة يبحثها علماء الشريعة في غير المواطن التي يتوقع الإنسان أن تبحث فيها فهناك مسائل نتوقع أن تبحث في باب لكنها تبحث في باب آخر ولذلك فإن علماء الشريعة الذين مارسوا دراسة المسائل وزاولوا قراءة الكتب ومرت عليهم سنوات طويلة في هذا الباب هم أهل الاختصاص ومن ثم يراجعون فيه في معرفة مواطن بحث الفقهاء لهذه المسائل فالمقصود أن الاتصال بعلماء الشريعة يفيد طالب العلم إفادة عظيمة ويجعله يستبصر كلام الفقهاء ويفهمه وينزله على المراد الذي يقصدونه من كلامهم ثم إن اتصال الإنسان بعلماء الشريعة يدربه على تطبيق النصوص الشرعية على الوقاع التي تقع في حياة الناس فهذا تدريب تطبيقي للإنسان أسأل الله جل وعلا أن يوفق علماء الشريعة لبيانها وتوضيح أحكامها كما أسأله جل وعلا أن يوفق طلاب العلم لتحصيل العلم النافع وأن يجعلهم من الهدات المهتدين كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها كما أسأله سبحانه أن يوفق كل من معهدي الطيبين وجامعة المعرفة لخيري الدنيا والآخرة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيين